اشتركوا في القناة ورعاه وذلك تحت شعار الاستثمار في الثروة الصناعية الرابعة الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي وذلك مساء اليوم في فندق الريتس كارلتون وقد أكد سمو الشيخ فيصل براشد آل خليفة على النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر والوصول إلى الأهداف التي أقيم من أجله والذي يعزز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية وما تتمتع به المملكة من دعائم وتسهيلات لجذب الاستثمارات وقال سموه إن هذا المؤتمر يعتبر تجمعا اقتصاديا واستثماريا لتشجيع الاستثمار في الريادة وفي الثورة الرقمية في العالم العربي وتعزيز آثاق التعاون بين الدول العربية بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية عشرين ثلاثين كما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الشباب والمرأة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في العالم العربي في قيادة مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتقدم سمو الشيخ فيصل براشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالشكر والتقبير إلى رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين في تنظيم فعاليات المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمشاركة الفاعلة لكافة المعالي والسعاد الوزراء وكبار المسؤولين في الدول العربية وممثلين الدول واتحاد الغرف العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومركز الينيد الدولي لريادة الأعمال والاستثمار في البحرين وكافة أصحاب الأعمال والمستثمرين في هذا المؤتمر المتميز وقد ألقيت عدد من الكلمات في ختام المؤتمر تم الإعراب من خلالها عن الشكر والامتنان إلى مملكة البحرين لاستضافتها هذا المؤتمر الهام والذي يعبر عن اهتمامها بالجانب الاقتصادي والاستثماري مشيدين بما حققته البحرين من نجاحات مستمرة في هذا القطاع الهام ما جعلها خير موطن لريادة الأعمال والاستثمار ترجمة نانسي قنقر